ونطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحمايتنا المحامي الكبير الأستاذ منتصر الزياد بينضم لينا على التليفون أستاذ منتصر أهلا وسهلا بيك أستاذ منتصر أستاذ منتصر أستاذ إزاي حضرتك يا فن أهلا وسهلا أهلا بيك كان نصب لحضرتك بالأمس أنك أنت خرجت من المحكمة وقلت أنك بتتنحع القضية بعد اعتذار المحامين والنهاردة فيه أخبار بتتردد على لسان المحامين بيقسموا بالله العظيم أن هم لم يعتذروا ولسه حضرتك كنت سامع معايا ولا يقبلوا غير الاحترام المتبادل حابب تقول إيه دلوقتي يا أستاذ منتصر كان فيه لابس طبعا التباس للمواقف لأنه قبل الجلسة بيومين وفي زمين الأستاذ اللي كان باستاذها باستاذ مكتبه باستاذ وجيه كان بيعرض باقترح أنه إذا كانت المصلحة تقتضي أنه الأولاد يتنزلوا أو يعتذروا شيء من هذا القبيل علشان ينقذهم هو طبعا بيتحدث بقلب الأستاذ أو المعلم أو الأبد باعتبار أنه هاب شغال في مكتبه وفي علاقة بينهم وعشرة وهو مشفق على تلميزه وعلى ابنه لكن الحقيقة هو عرض هذا الطرح على النقيب العام وعلى أعضاء المجلس لكن لم يتم الاتفاق على هذا الطرح أنا الحقيقة يعني كنت انتهيت مع الأستاذ وجيه على أنه لن نفير هذا الموضوع وأنه ده مقترح منه وخلاص هو قدم محاق يعني جهده ويشكر على هذا أنا فجأت أن النيابة وقفت في الجلسة الأستاذ رئيس النيابة وبيقول أن في حافظة نسبة مقدمة من الأستاذ وجيه تتضمن يعني هنا الاتباس نحن في الجلسة ونحام أنه في هذه المزكرة فيها إقرارات وتنازل من المتهمين فأنا الحقيقة نزعكت أن الأستاذ وجيه إلى آخر لحظة كان قد قال أنه توقف عن هذا المسعى احتراماً لأشرعية والإنقابة المهمين وأنا بنفسي فعلاً تحدثت مع المتهمين وأكدوا لي أنهم لم يقدموا الاعتصارات ولم يقدموا التنازلات لكن الحقيقة الموقف في لحظاتها حينما وجدت رئيس النيابة يقدم حافظة وفيها أوراق ولم يعلق ولم تسأل المحكمة المتهمين عن هذه الأوراق إلى آخره لغاية ما أنا خركت أنا شعرت بأن الموقف ملتبس فأنا أثريت إلى الأستاذ جهل الشربي كان بجواري نقيب القربية أنني سألت بتنسحابي في محتر الجلسة وآخره لأنه لا ينبغي لأحد أن يتفرف بعيداً عن الشرعية التي هي إقابة المحامين الأستاذ جهل الشربي يعني طلبني بالتريس وقال في كل الأحوال نحن ندافع عن كرامة مهنة المحامين استشرت بعض جملائي بجواري أيضاً من أعضاء المجلس المهم خلصنا إلى يعني أنا لم أستطع أن أستمر الجلسة وقلت لهم سأنسحبوا من هذه الجلسة إلى أن نتباحث لاحقاً في الموقف بعدما خرج علمت أن الأوراق التي قدمت كانت مذكرة من راملنا الأستاذ وجيه هو بنفسه بتوقيعه وليس بتوقيع المتهمين أي وقال أن المتهمان يعرضان ولا مانع لديهما من التنازل ولا مانع لديهما من الاعتذار للنيابة رغم أنهم ظلموا ورغم أنهم تعرضوا لأجزاءات فده موقف شخصي من الأستاذ وجيه والمحامين ما لهمش دعوهم لكن تأكد أن المحامين ما لهمش دعوهم لم يقدموا أي تنازلات ولم يقدموا أي تنازلات وبالتالي أنا مستمر معها نهاية الدفاع وأنا موقفي معلن أنه رغم أي اختلاف مع المجلس النقابة أو مع الأستاذ النقيم أستاذ حبي خليفة لكن في النهاية هو مجلس منتخب وهو له شرعية يجب أن تحترم ولا ينبغي لأحد أن يتخذ موقفا مغايرا فيما يخص نقابة المحامين بعيدا عن نقيب المحامين طيب أستاذ منتصر أعيز حضرتك تشاركني المشهد كده من الخارج تخرج من الإطار المحامين وتشارك كمصري والمشهد تبص عليه من بره هتكتشف أنه مشهد مؤلم جدا وأن الحكاية صعبة جدا وأن في ظل واضح جدا أن القضاء الجالس مصر تماما على موقفه واضح أن حضرتكم مصرين على موقفه وتبقى البلد والمشهد والعدالة سعوب العدالة بيدفع التمن بشكل كبير جدا الاستياء مش حاسس باستياء كبير والله جدا يا معتز وكلامك لحد الكبير كلام متناغم مع رجل الشارع مع المواطن معنا كمواطنين والحقيقة ده بيخليني أتساءل هل من هناك مصلحة لدوائر ما في السلطة أن يبقى هذا النزاع مشتعل يعني هكذا يبدو فيش في الكادر أنه ربما المراد هو إضعاف هاتين المؤسستين إرحاقهم إرحاقهم وإحنا مقبلين على انتخابات تشريعية بعضها التشهر ومقبلين على انتخابات رئاسية بعضها إضعاف المؤسستات القضائية إضعاف أيضا نقابة المحامين وهما يعني المؤسستين معنيتين بحقوق الإنسان أنا هشاركك وأسف للمؤاطعة هشاركك الأداء ده وأقولك طيب يكون فيه هدف لأحد ما أنه يضعف هاتين المؤسستين طيب مش أنتوا فطنتوا لكده مش تحاولوا أحنا بنحاول لك أنت سواء أنا لسه كان فيه زملاء إمبارح فطنتا سيد معتزم يقولوني أنت بدأت الأزمة كان صوتك عالي وقوي وأحنا كنا مرحوطين جدا من أداءك لكن بهديد بعد كده الناس مش قادرة تدرك أن الموقف بيفرض نفسه حينما الموقف يكون يحتاج مفعال ممكن يفعل لكن أكيد فيه بعد كده في الهدوء لابد أن تفكره لابد أن تبحث عن مخرج للأزمة لكن دعني أقول أيضا بأجالة المؤتزم فضل أنه في نقاط المحامين قدمت سواء مجلس نقبها إحنا رموز محامين كلنا بنحاول نقدم بدائل لكن ألاقات تخرج من نادي القضاء لا صلش لا تفاهم لا مقابلات لا التقاءات إيه ده؟ إيه البطولة الزائفة دي؟ يعني دي بطولة زائفة على مين؟ أنت بذات معر على مين؟ ده محامين إحنا شركائك يا أخي ده إحنا وقفنا معك في كل أزماتك في نادي القضاء إحنا إنتو لما بتطلعوا من القضاء وتتعرضوا للمشكلة بتيجلنا بنقاط المحامين استقلال القضاء إحنا أول من دافع عن استقلال القضاء إيه المعركة المفتعلة الوهمية دي؟ وبعدين بعدين يا أستاذ مهتزم ده ملك الصفة وولادي القضاء ليصفة في الموضوع هي المشكلة مع مين؟ مع النيابة العامة الذي يملك الدعوة العمومية مين؟ إنها بالعامة وإحنا للهار بنسمي على الأستاذ المستشار عبد محمود وده احترام حقيقي مش احترام بحكم المنصب حتى نحترم هذا الرجل بنحترمه فيه وإحنا عم نحترمكم كلكم يا أستاذ ممتصر وبذكر حضرتك وأنت أنت الأستاذنا كلنا بالحديث اللي بيقول الرسول صلاته والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا له عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال له ترد عن ظلمه بنشدك بالله يا أخي بإسم الشعب كل إنكم تردوا بعض عن ظلمكم لبعض أنا عايز أوضح حاجة في النهاية قبل ما تسمح تلي تفضل يا فندم تفضل إحنا لا ندافع عن خطأ نهاب أبدا كل ما نطالب فيه الجزئية دي أن يحاكم محاكمها عادلة داني الداني مرة واحد ونفيش حد أبدا يقول النهاب ما يتحسبش لكن كمان عشان العدالة تتخط وتستقيم لابد من مساءلة وكيل النيابة عن اعتداؤه على المحامين هنا تستقيم العدالة مش معقول تعالي تعاقب واحد ما تعاقب جدا أستاذ منتصر الزياد بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة وعلى نفس السياق عشرات المحامين بينظاموا النهاردة وقف احتجاجية أمام النقابة العامة للمحامين احتجاجا على قرار محكمة السئناف تمت أمس باستمرار حبس المحامين المحبوسين